يعني يمكن أنا عايز أبدأ معاك مش هبدأ من أحكي لك ولكن هبدأ من الحفلة اللي هي أول ما نزلت قلبة الدنيا ونبهت أو أكدت على إن محمد راجع ورجع بشكل مختلف وبيطور نوع من المزيكة ليجو مهور اللي هو مزيكة المهرجانات واللي إحنا كلنا كنا بنطالب بإن هو المزيكة حلو يا جماعة ولكن محتاجين كلمات أحلى من كده فانتخدت زمام المبادرة وتجرأت على كسر النمط بتاع أغاني المهرجانات وقدمت حاجة بكلمات أقدر أقول عليها مش كلمات نظيفة ولكن كلمات محترمة ما ينفعش طبعا نفكر بأي شكل تاني غير اللي حالتك قلت يعني يعني كلمة محترمة دي مليون خط مفيش كلام يعني مهما كان الشكل الموسيقي اللي هتقدمه يعني يعني حدودنا معانا مساحة كبيرة من الحرية يعني إن إحنا نفكر في الكلام إنما في حدود وفي خط أحمر وفي سقف ممنوع علي أو على غيري أو على أي حد يعني مهما كان إنه يا تعداه فده طبعا لا نراجع فيه بفضل الله يعني سبك من اللي حصل بالعكس هو أنا هعضح لكم عشان إنه في ناس لبسط في حيطة في الموضوع ده ودخلت بغشم هو كان الهدف إحنا طبعا نجأ يعني ليه وأحكي لك وغيرها من حوالي مثلا في مش أقل من ستين قناعة أشكال مختلفة على نفس قوة الأغاني بتاع اللي محمد فهدي بقى متطمن وعرف إنه راح للناس كويس وهو ده اللي الناس يليق منك تقدمه للناس ده موجود وبيطلع بقى بشكل إنه إحنا عملنا خطة فيش حاجة اسمها ألبوم تاني خالص انتهى كلمة ألبوم أنا بعلنها لكم إن اليوم السابع هو نهاية عصر كلمة ألبوم انتهى ممكن هنستحدث شيء معين تاني إنما مش ألبوم كلمة ألبوم آخر واحد بيقولها أعتقد يعني وأتمنى محمد فهدي إلا لو حدي ليه رأي تانية إنما لابد اللي هو نرجع للنهج اللي انتهجته العظيمة ومكلسون لكل شهر كل خميس من كل شهر أغنية أخبرك فكانت في حالة من المتابعة وحالة كده مربوطة كده أنا محضرتهش ولكن يحكى لنا من والدي الله رحمه من الجميع حتى فنيا مؤرخ ده إنها كان بيعاملة حالة للبلد حالة حتى تسويقية يعني يعني كان وصل الأمر إن يقولك إيه اللي بيتباع في اليوم ده صح وكان إيه تقوسي البيت المصري في الموضوع ده ما علينا طبعا مش قاصلي إن أنا هعمل كده همتتكلم فقط لغير في زكاء الربط بينك وبين الناس الدائم يعني ما بقاش محمد فقط بقى يعود لي سنتين على البال ما أعمل لي ألبوم وأخبرك أو سنة ونص أو سنة أيا كان اللي وقت إيه إنت كل عشرين يوم عايزين منك أغنية وتبقى لطيفة جدا ومش شرط ما هي في المال إنها هتبقى يعني واو يعني اللي هي تكسر ده ممكن في حاجة تنزل تبقى الناس يعني مستقبلها بشكل مش مش هو ده اللي كان بس أنا هحاول طبعا إنها ما يحصلش ده يعني لمشاني سنين طويلة كل ألبوم بحاذر جدا من إن اتقال عليه كده أو يقع بعد الشر يعني حريص تكون حاجة الحمد لله يعني بنسبة قليلة جدا جدا ممكن نكون أخفقنا في حاجة وطبيعي وارد يحصل ده لازم يحصل طبعا المهم بس إن أنا بقولك إن كل دي حتى عاملة إنك مفيش أغنية هتنزل أنت شاكك فيها يعني لو أغنية هنشاكك فيها مش هنزلها هننزل غيرها يعني عند البديل فدايما هنزل لك إنتاج جيد سمارت في تقديمه في تناوله وكل حاجة وكل خد بالك من الموضوع دي أغنية ليه أو الله أحكي لك دي أغنية ده صور تانية كل مين اللي مصورك؟ بسرعة هتحكي لك تحفظ ده مش هكلمك بصراحة الشباب صغاري ده شغل عبد الرحمن ابني بقى يعني هو الفريق ده بتاعه هو كل الشغل ده كل دماغ السن ده شغل الدجتال واللي مصورني في نفس سن عبد الرحمن يعني عنده 23 سنة فسعيبهم بيقولولي إلبس كده بألبس كده اعمل كده بأعمل كده بصراحة وعملين طفرة وتغيرة ده بتاع عبد الرحمن اللي هاف بود ده بتاعه نفسه يا مش بتاعي والله العظيم سيما بكلمك ده بتاعه وأنا قلت له فرنيا عبد الرحمن ما بلاش بيلمع ده كنت لابسه واحد تاني مطفي صورتي بيه فجينا بصنا في الصور قال لي بص ده أحلى بقدش اسمع الكلام ده اهو عالت ربنا خليك انا بشكره بشكر عمر الصور يا إبراهيم عمر صح ومحمد ده مساعد معاه مساعد مخرج الشباب هايلين جدا وفي بنت معاهم برضو بحقيقة معرفش يعني آسف اسمها مش حاضرني بس هو فريق كده كله سن واحد وعملين شغل هايل